موسيقى حياكم الله قضية المرأة بنزاهتها وعفت ايديها قياسا بالرجال وازالت موضع نقاش يوصل احيانا الى حد الاحتدام والسبب التحقيقات النزاهية غالبا ما تشمل للرجال وما تمر الا نادرا بالجنس النسوي لهذا نشوف الدعوات المتكررة الى ضرورة مشاركة المرأة بالحكومة بالحياة السياسية بادارة المؤسسات والدوائر العامة بالتأكيد هذا الطرح ما لا علاقة بقضية منتهية عالميا الا وهي قضية المساومة بين الجنسين ولو بشكل نظري على الاقل لكن هناك ايضا سياسات ممارسات بالعراق ابد ما تعترف بهاي المساومة بل وتنظر لها بشيء من اللامبالات اذا ما اقول بشيء من السخرية طبعا مع ذلك رغم هاي النظرة المتخلفة تبقى المرأة تمثل نصف المجتمع وهناك عراقيات وصلنا الى مراكز صنع القرار واخذنا مناصب قيادية لذلك كي يعول بان تشارك المرأة يعني قلل بالكثير من ابواب الفساد وخلي انشوف هذا التقرير ونرجع مظاهرة قديمة نشأت مع نشوء البشرية وهي تتخذ اشكالا مختلفة وترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة التطور الاقتصادية لكن اثارها تنعكس على جميع الميادين واكبر مظهر من مظاهر الفساد تلك التي تتعلق بالحياة السياسية لكون فسادها يعني خراب المجتمع ويؤثر على منظومة حقوق الانسان وتكافؤ الفرص بين الجنسين والنظرة بعين المساواة الى المرأة فرغم وجود الكوتا ما زالت المرأة تحشر في الميادين التقليدية فلا تمنح الدور الحقيقي بما يتناسب مع خبراتها العلمية ومؤهلاتها كانسان وليس كجنس وفيما يسند للمرأة من وظائف ترشحها لها جهات سياسية مختلفة تصبح المسألة قضية اعلانية ومحاولة لكسب أصوات هذه الشريحة الواسعة والإدعاء بالتحضر من دون أن تعالج هذه الجهات والتي سيضرت طويلا على مراكز صنع القرار قضايا غياب التشريعات القانونية وضعفها وعدم جدية بعض الجهات الرقابية العليا في متابعة وتشخيص مناطق الفساد وعلى كل الأصعدة بحسب إحصائيات دولية تابعة للأمم المتحدة فأن دور المرأة في مكافحة الفساد بحالة مشاركتها في المناصب القيادية يقلل حوالي 10% من حالات الفساد في العالم فهل تستطيع ذلك في حالة مشاركتها العراقية؟ ربما ستجيب عن هذا السؤال وعن غيره حلقة هذه الأمسية من برنامج دائرة السلطة أهلا بكم من جديد كان هناك تساؤل عن منافسة غير معلنة بين هيمنة الذكورية السياسية ومحاولات النساء باقتحام عالم يشعرنا باستحقافهن طبعا بحكم المواطنة ويحكم أيضا بالشهادات الأكاديمية اللي ترافق الأسماء وبحكم تخويل الشعب للكثير من الوجوه الموجودة واللي أسماها ارتبطت أيضا بقضايا فساد مختلفة وقبل أيضا ما نفتح الحوار مع ضيوفنا اسمحوا لي أن أشير الأرقام الموجودة أسفل الشاشة وأيضا حق الرد مكفول سؤالي الأول إلى دكتورة نبراس المعمورة رئيسة منتدى الألاميات العراقيات حياة كلا أيضا دكتورة في دائرة السلطة يعني الموضوع والعراق مقبل على انتخابات تقريبا الموقف اليوم نقول اللي وصل للكارثة والفساد السياسي على ألسلة الناس شفناها يستحق أيضا وقفة يعني تستحق للنقاش يعني الخيطة الأبيض من الخيطة الأسود رد نفتهم أكثر من عندك طبعا مسألة ملف الانتخابات ومشاركة المرأة مدى جدية الكيانات السياسية بأن تكون هناك مشاركة حقيقية حقيقة هناك شك وهناك عدم ثقة بهذا الملف بالذات خاصة لدينا تجارب سابقة اتخذت من المرأة شعار لا أكثر رغم أن الدستور رغم أن قانون الانتخابات كفل هذا الحق وكفل أن يكون هناك نسبة تمثيلية للنساء وأعتقد لو لا هذه النسبة الذكرها قانون الانتخابات لما وجدنا أساسا هناك اهتمام أو اكتراض من زعامات الكتل بأن يكون هناك فعلا تمثيل حقيقي للنساء داخل تلك الكتل لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك مهنية موضوعية باختيار من يمثل النساء اليوم هل فعلا كان هناك محور الكفاءة والخبرة في عملية احتضان وكسب تلك النسوة لتلك القوائم القوائم للأسف الشديد احنا واجهنا كثير من الأمور من بينها مسألة التسقيط مسألة التشكيك بالخبرة مسألة الولاءات الفردية والشخصية والفعوية اللي ضغط على ملف أغلب الكتل السياسية للأسف الشديد نعم يعني موضوع هذا خاصة نحن نبدأ بي اليوم يحتاج أيضا إلى مراجعة التاريخ النسوي القيادي يعني منذ تأسيس أول رابطة للدفاع عن حقوق المرأة ونبدأ نتكلم عن المرأة اليوم موضوع يعني حقوق المرأة في العراق ثلاثينيات لا ننسى أيضا الست نزيها الدليم هي أول وزيرة بالعراق في الوقت الذي كانت النساء في الدول المجاورة لا زلنا أيضا جواري في الخيام لا طبعا أنا أتفق وياتش بمسألة الموجود لدينا شخصيات نسوية تركت بصمة في تاريخ العراق المعاصر لا ننكر هذا الشيء وهو هذا عتبنا اليوم على الكيانات على القائمين على العملية السياسية يعني للأسف شديد اليوم كثير من النساء ارتضان أنه يغادرن البلد على أن يكون موجودات على هذه الأرب بسبب التهميش بسبب عدم الموضوعية بانتقاء الأسماء والاختصاص أيضا يعني مسألة التخصص جدا مهم لغاية الآن البلد يسير ضمن نطاق سوء التخطيط سواء التخطيط المؤسساتي كأفراد وأيضا كمؤسسات لذلك اليوم المرأة كانت ضحية هذه التركة الثقيلة وهذا سوء التخطيط بالنسبة للأسماء البارزة اليوم حتى احنا في المحافل الدولية أنا اشتركت في كثير من المؤتمرات الدولية اليوم أنا أتباهى وأشير لكثير من الإنساء العراقيات ولولا هن لم أكملنا نحن وغيرنا المسيرة الحركة النسوية العراقية لكن تقديم اليوم البيئة الموجودة سواء البيئة السياسية أو البيئة الاجتماعية بشكل عام هل هي حاضنة حقيقية للنساء اللواتي يريدنا أن يغيرنا من الواقع أن يريدنا أن يكون شريك حقيقي في التغيير وفي العملية السياسية طيب إذن يعني حمل المسؤولية الكبيرة اليوم كأداء سياسي المتراجعة بالنسبة للنساء كانت ناخب أو منتخب إلى العقلية الفرد العربي الذي يعتبر المرأة شيء شبه ثانوي مسألة الناخب أو المنتخب أيضا هي أيضا تقضع لسلوكيات يعني لو نبحث في مسألة السلوك الانتخابي تأجدين لدينا مشكلة جدا هائلة في مسألة تشخيص نوعية السلوك الانتخابي خصوصا أمام التنوع الموجود في البيئة الاجتماعية العراقية أنا بالمناسبة تخصصي في الدكتوراه هو السلوك الانتخابي في العلوم السياسية لما جئت أبحث بالنظريات اليوم حتى لوضعوا تلك النظريات بحثوا من خلال بيئة المجتمع تأتقدين اليوم أمام هذا الانقسام وهذا التشتت وعدم الشعور بالانتماء والمواطنة قادر أن يخلق سلوك انتخابي وطني حقيقي طيب كيف الحال إذا سحبنا لمنطقة المرأة اليوم المرأة هي أيضا تشكك بقدرة المرأة فكيف الحال بمجتمع بأسرة محتاج حقيقة عمل كم هائل من العمل لتغيير هذه المنظومة السائدة من التشكيك من عدم الثقة عملية التسقيط عملية اللاء ومبالاة هذا لذلك زميلة العزيزة هنا شيء مهم وانت مواكبة إليه وانت واحدة من العاملات في هذا المجال اليوم المؤسسات الإعلامية هل أنصفت المرأة بشكل حقيق؟ هذه المنظومة هذه المنظومة المنظومة تجد أيضا مكانتها كسياسي مجال سياسي أو بالقانون تفعيلي يعني جنابك بك علوم سياسية أو آني هندسة أو الغير لكن كمنظومة ننظر لها إلى حتمية يعني مكانها الحقيقي يعني حتى لو دخلت الانتخابات فقط باشتراك قانوني مو فقط باشتراك قانوني أيضا هو شكلي بصراحة مسألة أنه الزعامات ترك تثبت للآخرين سواء للمنظومة الأممية للمحيط الخارجي للمكالات المهتمة بجانب حقوق الإنسان والمرأة تريد تثبت حسنيته لكن أرد أسأل سؤال إلى متى تبقى تعمل ضمن الإطار الشكلي والشعارات دون المضمونة الحقيقي يعني إحنا اليوم متى اشتغلنا على المرأة بشكل صحيح؟ أبسط مثال لديك كيف نمكنها سياسيا وتكون صاحبة صوت ومؤهلة لأن تكون فعلا خيار الناخب العراقي وهي مهمشة حتى في البرامج السياسية يعني اليوم أغلب اللي يطرحون ويحللون مواضيع سياسية هم من الرجال من تجين تسئلين المؤسسات الإعلامية يقول لك والله ما عدنا نساء يفهمن بالتحليل السياسي طيب إذا قاني السلطة الرابعة تنظر للمرأة بهذه الطريقة فكيف ممكن أن نشتغل على توعية وتثقيف المجتمع بتغيير هذه النظرة الدونية وأيضا تغيير النظرة السائدة لدى الكتل والأحزاب أن ينظرون للمرأة فقط كم وشي شكلي لا أكثر إذن طبيعة العقلية الذكورية القابضة نقول على مقاليد السلطة اليوم هي لدى الرؤساء لدى الكتل والأحزاب السياسية ساهمت أيضا بتدوير المرأة في تنبؤ مواقع قصيرة أو صغيرة لكن كمادة 49 من الدستور العراقي نصت على تمثيل العراقيين بمجلس النواب بواقع تخصيص مقعد لكل 100 ألف نسمة يعني تم اختيارهم لكن يرى هذا التمثيل مثل ما تعرفين على مكونات الشعب وغيرها يعني إذن الدستور رح ينصف المرأة العراقية في الانتخابات المقبلة كمنظومة قانونية الكل يدرك أنه هرم القوانين هو الدستور ومن خلال الدستور يبدأ تفرعات القوانين التي تضمن حقوق الخريات التي كفلها الدستور فمسألة أنه 100 ألف نسمة أو 100 أو أكثر حسب التعداد السكاني اليوم أعتقد أنه إحنا أمام حقيقة مو مسألة التشريعات بحد ذاتها بقدر ما أنه الإيمان بهذه التشريعات والإيمان بنفاذ القانون وتطبيقه بشكل آدل ويضمن وجود شريحة حقيقية من النساء مسألة الكوتة على سبيل المثال شرحنة الكوتة الدستورية طبعاً بالمناسبة التغيير اللي حصل في العراق يمكن سبق الربيع العربي وبالتالي دول اللي شملها الربيع العربي بدأت تكتب بالدستير أنا شاركت في أكثر من حلقة بحثية وندوة على إطار إقليمي وعالمي في دستير المنطقة العربية لما إجينا نناقش هذه الدستير كثير من الدول حاولت الدول العربية اللي شارها التغيير أنه تستعين بتجربة العراق على اعتبار أن العراق كان سباق بمسألة الكوتة وكانت أعلى نسبة مقارنة بالدول اللي تلتنا بعدين بالتغيير أنه 25% وهذا شيء إيجابي يحسب للدستور العراقي لكن السؤال اللي يطرح نفسه 25% هل كانت حقيقية هي ممثلة للمرأة أم كانت ممثلة لأحزاب وكيانات فئوية وشخصية وفرعية يعني الكوتة البرلمانية هي بالضبط دكتورة نبراسي الكوتة البرلمانية تهميش المرأة العراقية الأحزاب السياسية وخصوصا حتى الإسلامية استغلت نساء جاهلات بوظيفة البرلمان للعمل بصالح الحزب وليس لصالح الناخبين يعني هاي أكثرية النساء العراقيات اللي شملت أنه بالفعل ما حققت الكوتة النسائية أهدافها الآن وياج هي مسألة الكوتة هي مرحلة انتقالية يعني غالبا ما الدول تميل لبعض التشريعات أو لبعض الإجراءات أو القرارات للمراحل الانتقالية كما تعلمين أن التحول الديموقراطي يسبق انتقال ديموقراطي وبالتالي الانتقال الديموقراطي يحتاج إجراءات يحتاج أرضية مختلفة وبالتالي كنا نعول على مسألة الانتقال للأسف نحن لغاية الآن لم نصل إلى التحول لغاية الآن في الانتقال بسبب القلق اللي شاء بالعملية السياسية والأمنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية يعني الكوتة كانت رهاننا نحن كحركة نسوية عراقية وبالمناسبة يعني إحنا كإعلاميات وتجزء من هذه المنظومة أيضا شخصنا أن التغيير ما أنصف النساء في القيادات النسوية الإعلامية يعني أنه كنا نبصمة في تلك القيادات لذلك حاولنا أن نضمن قانون شبكة الإعلام العراقي الكوتة بالنسبة الثلث ومنتدى الإعلاميات العراقيات تشتغل بشكل جدا مكثف على هذا الموضوع عام 2014 صحيح واستطعنا أن نضمن الكوتة لكن السؤال اللي يطرح نفسه هل طبقت الكوتة؟ يعني اليوم إحنا 2020 لغاية الآن أنت عندش قانون لكن نفاذ القانون تطبيقه بشكل عادل اختيار الكفاءة الحقيقية اللي تمثل تلك المؤسسة لحراية الآن هو غائب وهذا السبب أو الفساد اللي يشوب عملية انتقاء الأشخاص هو لا يقتصر فقط على الإعلام أو النساء بل كل مؤسسات وسلطات الدولة العراقية طيب الأرقام اليوم قبل أيام أيضا بنصيب الكوتة النسائية دكتورة نبراس من مقاعد البرلمان العراقي المقبل أيضا توزعت الدوار كدوارة انتخابية كل محافظات رأييش كان متساوي أيضا لعدد المقاعدة مخصصة للمحافظات طلعت عليها خلال هاي اليومين طبعا كان هناك خشية حقيقة وخوف من مسألة التوزيع واحتساب الأصوات وأؤكد لك لو لا لوقوف منظمات المجتمع المدني النسوية الحقيقية ضد عملية خرق القانون واستحقاقات المرأة لما وجدنا هناك التزام بنسبة الكوتة حتى يعني في كثير من الأحيان تم سرقة مقاعد المرأة لصالح رجل وكان هناك حث خلال العمل على رفع دعوة حث اللي سرق مقاعدها بأن تقدم دعوة أو شكوى وحقيقة كسبت كثير من النساء في هذا الصدد حقوقا بهذه الطريقة لكن بصراحة أقول شيئا احنا ما نخشى أنه العملية الانتخابية حاليا في ظل هذه الظروف في ظل عملية الانقسام في ظل الأزمة الاقتصادية الحاصلة الضبابية بالمشهد بشكل عام التركة الثقيلة على الحكومة الحالية تعتقدين أنه فعلا رح نضمن انتخابات تضمن أنه التغيير الحقيقي المنشود هل ستضمن وجود نساء يمثل شريحة النساء الحقيقيات تساؤلات كثيرة أهمها أنه نزاهة الانتخابات والالتزام بالقانون خصوصا أنه الدوارة متعددة ليس بالأمر الهين يعني أنت لا يوجد إحصاء حقيقي هناك صراع ضمن مناطق معينة متنازح عليها إضافة لذلك هناك نفوذ لبعض الجهات والمجامع في بعض المناطق قد يطغى صوتها في تلك الأقضية والنواحي ما نأمل أنه يكون التغيير ما نحاول على التغيير 100% يعني هذا العزوف أيضا لكن يكون هو بداية التغيير نتمنى هذا الشيء يعني دكتورة خلينا نأخذ الاستطلاع شباب جاهز الاستطلاع ونرجع لدكتورة والله أستاذي بالنسبة لأنه ما أشوف زيادتها أو قلتها بما أنه هذا النواب ما سووا شيء يعني أنا دا أشوف أنه من 2003 الحدث ما شفنا فيه شيء استجد من تحسين الحالة المعيشية أو الخدمية للعراقيين أبد ما شفنا هالشيء فزادت أو نقصت أكوه هواية من الإناث اللي تقلد المناصب وزيرة صحة أمينة بغداد وزراء اسكان وزيرة حقوق المرأة وغيرها وغيرها ما سوين شيء ما بالعكس نغمسم بالفساد ونفس الشيء ما أعتقد يأثر ما يأثر أي شيء المقياس الصحيح نحن لازم نعتمد على كوادر ما موجودة بالأحزاب غير متحزبة يعني نريد كوادر يعني مثل ما يقول متخصصة من الوزارات موجودة بس ما متحزبة إذا المرأة تحزبت ودخلت حزبها نعتقد راح تخدم أهداف الحزب اللي تنتمي إليه واللي رشحها كوزيرة واللي سندها فما دام أكو إسناد ما راح يصير وراها مسائلة قانونية فمن يقول لك من أمن العقاب أسائل تصرف والأدبهم حقيقة بالنسبة للمرأة لها دور فعال في العملية السياسية المرأة لها طاقات إيجابية ولها طاقات ممكن أن تخدم البلد لأنه من المرأة هي الفنانة وهي المبدعة وهي الشاعرة وهي الإعلامية وهي كل شيء في مجالات الحياة فأنا من وجهة نظري تجسيد وإيجاد المرأة في العملية السياسية ضروري جدا والله حقيقة يعني نعم المرأة تكون حدية والمرأة يكون عملها عمل جدي وعمل دعوب فمشاركة المرأة في العملية السياسية يؤدي إلى تغيير عدد من مجالات الحياة يعني أهلا بكم من جديد وأيضا أرحب بدكتورة نبراس المعموري رئيس منتدى الإعلامية العراقيات وأيضا لست خلود الجمالي الباحثة الاجتماعية مرحبا بك في دائرة السلطة دكتورة خلي أتوجه إلى ست خلود ست خلود كنا نتكلم مع دكتورة نبراس المعموري أيضا نحاول الانتخابات الموجودة حاليا في العراق خلنتكلم أيضا على الكوتة بالنسبة لتهميش المرأة بتاعتقدين الكوتة أنصفت النساء العراقيات بأهدافها أم لا أمنا وصلنا لديكم وكل المشاهدين الكرام وبهذا برنامجكم اللي صلت الرضوع على المرأة ودورها في المجتمع ودورها في السياسة وعن الكوتة لن ينصف المرأة العراقية يعني ممكن بالبداية كنا نتأمر خير في هذه الكوتة لكن للأسف الشديد المحاصفات الحزبية ويعني نقول الأحزاب التي أخذت أو اختارت النساء الغير للأسف يعني الغير مهنيات أو النساء الأقل كطائع وذلك يعني كانت الأختيار غير ممني غير طائب يعني لأهم شيء مصالحهم السياسية والحزبية فلذلك تشوف الكوتة بدل أن تكون يعني مفيدة للمرأة العراقية للمحضحة يعني أنا أحسبونها مرضا مرضا ولم تستفاد النساء العراقيات من ممثلاتهم بمجلس النواب للأسف المرأة النائبة في مجلس النواب هي آلة أنا أعتبرها آلة بيد رئيس القائمة أو بيد كتلتها لم تكن توسل الأم الشهيد المرأة الأرملة المطلقة المرأة المعنفة النازحة كانت هي رقم أو عدد تتميلي للسلطة الكورية الموجودة في البرلمان العراقي لذلك أنا أعتبر الكوتة هو ظلم كبير للمرأة العراقية يعني أفهم أن كلامة سيد خلود يعني الكوتة هو الإكمال ديكور الكراسي البرلمانية بالعملية الديمقراطية الجاية نعم نعم اليوم المرأة هي حجم حجم دورها المرأة العراقية حجم يعني حجمت بوجودها بمجلس النواب وأيضا حتى نشوف إخنا اليوم تشكيل مجلس حتى مجلس الوجراء لم تجد هناك امرأة تمثل النساء العراقيات طارق اللعبة اللعبة السياسية اللي يعني جاءت بكوتة وجاءت بالمعاقبة هي هذه ظلم للمرأة العراقية المرأة العراقية مهمة المرأة العراقية عانت الولاد والحروب من 2003 إلى يومنا هذا لم تنصف لم تنصفها امرأة ولم ينصفها رجل في الحكومة العراقية أو كمناع القرارة لذلك اليوم نحتاج إلى قرار سياسي نحتاج إلى وجود نساء بعيدات عن المعاقبة الحزبية يعني نحتاج إلى امرأة ذات تفاقة وذات خضرة وذات ولاة ولاة إلى هذا البلد يعني مو ولاة اليوم للحزب أو ولاة للقائمة نحتاج يعني نساء تشعر بمعانات ما عانته المرأة العراقية فنحن نتمنى أن نكون المرأة إلها دور فعال في مجلس النواط أو في الحكومة العراقية لكن للأسف الشديد هناك خدمان كبير من أعظام مجلس النواط من النساء تجاه المرأة العراقية لن يمثل المرأة بشكلها الحقيقي طيب أرجع لدكتورة نبراس يعني استمعتي إلى ست خلود بالفعل كمرأة عراقية هذا التاريخ العريق اللي يجمع النساء العراقيات بتضحياتهم قدمت شهيد قدمت مفقود التاريخ ما رح يشفع للمرأة العراقية حتى تصدر مكان يليق بها بس عندي ملاحظة أرجع وأكرر لقضية مهمة جدا اللي تتعلق بمسألة الانتقال الديمقراطي أنا من وجهة نظري أن الكوتة هي كانت الخيار الوحيد أمامنا كنساء أن يكون لدينا مجموعة من النساء في السلطة التشريعية والدليل أنه لو لا الكوتة موجودة في السلطة التشريعية كان ما شفتي ولا أضو مجلس نواب امرأة والدليل على ذلك السلطة التنفيذية يعني حتى بالوزارات كان هناك مناكفات سياسية أن تكون من حضوة الرجل وكانت الوزارة الوحيدة اللي هي وزارتني وزارة المرأة وحلت حلت بمنافع شخصية وسياسية وحتى تدخلات بعض الفساد لبعض المنظمات المجتمع المدني للأسف الشديد لينترك ملف المرأة مهمش به الطريقة كان مقصود أيضا مسألة الكوتة خلنا نكون واقعيين خلنا نرجع بالتاريخ شوي لما أجريت الانتخابات يعني إحنا البرلمان بكل دوراته الانتخابية تجدين هناك اختلاف بمسألة النساء اللي موجودات في مجلس النواب من أي ناحية عدد النساء اللي جاوزا العتفة الانتخابية اللي صعدا بأصواتهم حسا بغض النظر اتفق نويان أو لم نتفق لكن بدأ هناك تغيير تشهد البيئة الاجتماعية العراقية بأن الرجل صار ما يتردد ينتصوتها للمرأة هذا تحول إيجابي أنا أعتبره بغض النظر عن من تكون تلك المرأة أنا أتفق مع مسألة المحاصصة عدم الاستقلالية لكن أيضا بذات الوقت هي كانت بداية أنا أعتبرها صحيحة لعملية الغربلة أو عملية أنه خلق وعي مختلف باتجاه التصويت للمرأة وليس الرجل دكتورة طبعا بالمناسبة دكتورة هي ليست غربلة هي ليست غربلة لكن الكل لبعض الانتخابة ولم ينجحوا بالانتخابات المقربات من الأحزاب على حساب الكفاءة والخبرة لحظة بس رح أقول للشغلة مهمة جدا لأن إحنا معترضين عليها بسألة توزيع الأصوات الدستور إحنا عندنا كواتة دستورية قالت 25% يعني المفروض المفروض اللي صعدا بالكوتة إنه ما تخطن العتبة الانتخابية يعني اليوم عندك كم عضو مجلس نواب 83 عضو مجلس نواب صح لو لا الـ 83 إذا تحتسبين وياها عدد النساء اللي صعدا وتجاوزا للعتبة إحنا دا نشتغل عليه وعدنا نقاشات كثيرة بهذا الصدد مسألة إنه احتساب النساء اللي عبرا بأصوات خارج الكوتة على اعتبار اليوم المرأة أكثر من 50% مسألة الغربة لأي غربة لأنا أقصدها أنا أتفق وياج إحنا لغاية الآن لم نصل للوجه النسوي الحقيقي ليمثل المرأة بهذا التعداد سواء 83 أو 100 لكن الغربة لأين الغربة بالفكر الذكوري القائم على أساس التصويت لصالح رجل وليس مرأة أنا قلت من البداية سواء اتفقنا أو لم نتفق سواء كانت تلك الجهة أو المرأة تمثلنا بشكل حقيقي أو لا تمثلنا أنا أتفق معاكي لكن القضية إنه إحنا شوكت نقدر ننقل قضية وملف المرأة بشكل يفهم هذا المجتمع إنه اليوم تصويتها للمرأة هو مو عورة تصويتها للمرأة هو أنصاف للمرأة الكفوئة لأن إحنا لا نغير بالسلوك الانتخابي من أجل قيادة ضيقة تقليدية أنا سألت السؤال رح أحاوله أيضا للست خلود ست خلود اليوم كمرأة ينظر إليها أنها أقل كفاءة وتفتقر إلى القدرة على القيادة مقارنة بالرجل لهذا تتلقى المرأة عروض وظيفية أقل تحصل على أجور أولية منخفضة يعني خلال تواجدها بتحديات وتشكيك أيضا بأفكارها وقدراتها لكن في داخل البرلمان البرلمان عفوا انسألت لدكتورة نبراس وأرجو أن تجاوبيني أعتقد أنت ستدخلوا برشحتي للانتخابات صح؟ نعم نعم ها مقربات من الأحزاب على حساب الكفاءة والخبرة أعيد لك السؤال أقل كفاءة وقدرة بالنسبة للمرأة بالنسبة للرجال وتحصل أيضا على أقل وظيفة وعروض أيضا وجور منخفضة لكن اليوم في داخل البرلمان أصبحت المقربات من الأحزاب على حساب الكفاءة والخبرة نعم فاضلة فعلا في الفاضلة للأسف عن كنواهة بداية كلامي اللي صعدا لمجلس النواب من النساء اللي أقل كفاءة وأقل صبرة لكن كانت لمن يعني مو نقول صلة وإنما هي من تنظيمات حزبية مثلا انت في الفينها رشعت أنا رشعت على سيارة حكمة مستقلة مستقلة لكن لم أصل على الدخم الكامل والكافي مثل القرينات اللي هنا بالتنظيمات السياسية اللي كانت في السيارة يعني كانت هناك معاملة يعني فوق الكل اللي هنا اللي بتنظيماتهم السياسية وتنظيماتهم الحزبية شفت المرأة المستقلة اليوم تحارب تحارب حتى من الحزب ولذلك يعني كثيرا من النساء اللي يتمسعا بالصبرة والكفاء العلمية والنساء القياديات والليديهم الشجاعة حتى القرار تم يعني عجل ولم يحظا بالدورة اللي مضت ما حصا على مقائد وذلك بسبب استقلاليتهم فلذلك اليوم نجد النساء اللي يصعدن هن كلهم من ثميات الأحزاب يعني باستنظيماتهم النسوية والحزبية والشوفين هنه أصبعا آلة بيد أحزابهم وأصبع عدد تكميلي لغير منه من النائبات اليوم مع شرامي يمكن إذا يجوز واحدة أو سنين أو ثلاثة اللي مثلت المرأة العراقية معاناتها منه اللي يعني يعني قامت بتشريع أو تعديل قانون أو تقصتها رغم يعني مثلا بمعارضتها لقائمتها أو ما شهدنا ما شهدنا اليوم أمرأة يعني نقول وقفة وقفة مشرفة للمساء العراقيات المساء العراقيات عانا عانا يعني مثل ما نونت من الألف يوم وثلاثة لهذا اليوم عددنا حجة هائلة من الأرامل من المطلقات من الأيتام من الزواج المبكر من الألف الأسري من هو من النائبات اللي اليوم يعني أي أمرأة إليه وقولي من هو ما تقليتش من هو ما تقليتش بداخل مجلس النوار خل تجيب لهم ما حتى ما يعرفن حتى ما يعرفن أسماءهم ما يعرفن الممكن بسط صور إذا طرحا بشاشات التلفار فلذلك اليوم الأحزاب بقورة طبعا تنعاد فتلقي حتى بهذه الدورة الانتقافية سعاد الأسماء والوجوه حتى وأن كانت وجوه غير مؤلنة العقلية من تنظيماتهم الحزبية اليوم المرأة المستقلة يعني لا الأحزاب تدعمها ولا للأسف حتى المجتمع ما يدعم المرأة المستقلة لإذاة الكفاءة العالية قد نشوفوا اليوم الانتدار وصل لهذه الدرجة والمرأة العراقية أصبح تعاني تعاني بالوظيفة بالمجتمع بالأسف بسبب الأحزاب واختياراتهم للأسف نقول للأسف نقول الفاشلة يعني من النساء اللي اللي ما تنتقاه نعم ست خلود الشمال للباحثة الاجتماعية شكرا جزيلا أرجع للدكتورة دكتورة سمعت الحديث أيضا إحنا في ظل هذا اليوم المرأة تكون دور انتخابي وذكرناها إذا كانت ناخب أو منتخب تعالي الأصوات يعني العزوف عن الانتخابات إذا استمر هذا التوظيف لهذا العنصر نقول بشكل يعني جيد برأي رح يتغير تتغير الخارطة السياسية إذا تمت مشاركة فعالة بالنسبة إلى المرأة شوفي عزيزتي سيدة هي مو مسألة التغيير مو فقط مرهون بمسألة المرأة فقط يعني هي جزئية وجزئية مهمة لكن انت سأليني عن نظام عن كيان بأكملة هل ممكن أن نضمن التغيير هل ممكن للمرأة حتى الكفوة إن وصلت إلى بوابة صنع القرار رح ممكن أن تنجز هل رح تكون البيئة ممهدا للعمل والإنجاز الحقيقي يعني أنا قبل ما أجيش للأمانة يعني ما ريد أذكر بس يعني أنا أختي تشتغل بأحد المؤسسات المهمة نعم وتولت مسؤولية مؤخرا لكن هي إنسانة ما تقدر تعمل بملفات الفساد بطريقة الفساد يعني حاليا استعداد تتنازل عن المنصب على أن يختلط اسمها بملفات فساد لأن اليوم المنظومة تشتغل بها شائكة بالفساد هي هاي النقطة الأساسية طيب هي هاي النقطة الأساسية اليوم كتغيير الأساسية من يحميها من يحميها من يحميها المرأة تمام هسا الملفات الفساد الموجودة كلها للرجال يمكن أكو ثلاثة بس نساء صحيح صحيح يعني إحنا ما نقدر نذكر أسماء ما نقدر نذكر أسماء بس الأسماء معروفة معروفة لا معروفة وأني بالمناسبة يعني أنا حاليا أنا وبالطريق وأني دعجل الستوديو يعني أنا شهادة للتاريخ يعني هي أختي الأصغر مني وأخذت مكان أو منصب حساس وأمام مشكلة جدا كبيرة لما تقول لي أنا يقول لي يعني أنا هذا الكم الغائل من الفساد تقول يعني هل ممكن أنا منو يتعاون معي ومنو يحميني يعني مسبقا قدمت ملفه وتعرضت لتهديد طبعا أنا كدلش نسبة الفساد بين النساء أقل من الرجال طبعا المرأة فيها مميزات الحرص الأمانة أكثر عدو خوف من نظرة المجتمع أنه يشخص هذا من شلة الفاسدين أو السراق أو تُعكم بجناية معينة المهم أو تهمة معينة القصد من هذا الكل يعي ويدرك نسبة الفساد بين النساء أقل يعني فساد مالي وإداري أقل هذه مسألة لكن أيضا بنفس الوقت اليوم إذا أشركنا المرأة ضمن هذه المنظومة الموجودة بهتشكيلة هذه اللي شوبها القلق الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي وغياب دولة المؤسسات تعتقديني اليوم المرأة الكفوة تنجز إذا أقول أنا شخصيا كذا مرة انطرح عليك كذا موضوع فكان جوابي ردي أنه أنا اسمي نظيف كيف ممكن أشوه هذا الاسم اللي اشتغلت عليه وحفرت بالصخر بسبب أنه أتلوث مع أحد الأحزاب أو مع بعض المجاميع الفاسدة القصد من هذا يا عزيزتي أنا أذكرت لك بالبداية أنه نحن ما منظومة أكبر من قضية المرأة إذ لم نستطع أن نصل إلى دولة المؤسسات ونفاذ القانون لن ينفع عمل لا رجل ولا مرأة لأن اليوم الكفوة أيضا يخاف على اسمه أن يتلوث بهذه الملقات صحيح نعم دكتور نبراس طبعا والرغبة الحقيقية من قبل الكيانات أن يكون هناك شراكة حقيقية للمرأة ذكرة زميلتنا قلود أنه يكون الحظوة للمتحذبات رغم أنه هنه جاهلات وعدم كفوات بس هذا يجعل ملف المرأة يعني دكتور نبراس هذا يجعل ملف المرأة اليوم في حلبة المزايدات شعارات فقط لا أكثر خليني أتجه أيضا إلى الست شاميران مورقل ناشطة مدنية مرحبا بك في دائرة السلطة شاميران مرحبا 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 أهلا والسهلا اليوم كحركة شباب بساحات التظاهر استشهاد الكثير من الناشطات يعني الله يرحمهم ما يعكس هذا جهد المرأة العراقية كفاحة من أجل غد أفضل مستقبل أحسن لموطنها إذن ليش هذا التهميش اللي دا نشوفه بكل مواقع المسؤولية تفضل نعم شكرا شكرا لكم وشكرا لضيوفكم الكرام ولمسابعين البرنامج أكيد يعني أعتقد الموضوع هو بالأفضل كان عن الفسار ويعني ممكن بعدين يعني أجاوب على السؤال نعم إحنا بالنسبة للفسار هو طبعا مشكلة حقيقة مو بسعانة منها العراق يعني العالم كله يعاني من يعني ظاهرة الفسار وهذا يتعل من إمكانية تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة الإمكانية فهذا مطلب حقيقة مستحيل التحقيق وأيضا يساهم في تطوين فوارق طبقية بين أقلية فاسدة تجاثرة وطغيان وأكثرية يعني تكون الضحية هي الأقلية التي تعاني من الفقر والبعث والاستغلال والحرمان هو طبعا مناسبة جالات عديدة للفسار معرفة الفسار الزياسي والإيجاري وغيرا في نظام اللي بيه فسار عدم تضبيق القوانين يعني يسهل الفياس من العقاة وأيضا يضعف البناء الديمقراطي للمعركزة بالعراق حقيقة الآن ابن الفسار عاصمة متعصلة في البنية المجتمعية نعم ومن مضانرة طبعا نعرف الرشوة وعدم وضع شخص المناسب بالمكان المناسب وأيضا يعني يعتبر الفسار السياسي هو الحاضن لكل أنواع الفسار الأخرى ويوصر الحماية للفاسدين بالنسبة للنساء طبعا لهم دور كبير يعني تتحدثت عن صاحات التظاهر بس يعني كان الموضوع متعلق لقلب صراحة طلب الحديد عن دور المرأة في تخفيف من الفسار يعني من مظاهر الفسار النساء طبعا أعتقد أنا برأيي النساء هم معايير أعلى في السلوك الأخلاقي وأجم أيضا احتمام أكبر بالصالح العام وهناك جراسات حقيقة دولية يعني لارتفاع معدل مشاركة يعني المكانات المواقع السياسية ومواقع ثمالقرار اللي فيها مساهمة النساء في المجتمعات الديمقراطية حقيقة اللي بيها ديمقراطية مو مجتمعنا في المجتمعات اللي بيها ديمقراطية ممكن يكون للمرأة دور يعني في تحفيص من الفساد نعم أيضا من شكل عام النساء تشعر هي أكثر ارتباط يعني بالعمل اللي تكون بيه وأيضا في المجال السياسي تكون أقل أقل فسادا لكن في المجتمعات الغير الديمقراطية اللي بيها هذه المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية أعتقد دور النساء أيضا ما رح يكون كبير جدا في يعني وضع حدود للفساد لأنه احنا نعرف أيضا هولا النساء يعني اللي يكونواقع سياسية ثم من وين جايد نعم ست يعني إحنا داهمنا الوقت نعم إحنا داهمنا الوقت ست شميران مارغول ناشطة مدنية شكرا اللي جت طبعا الوقت أخذنا وأيضا أشكر الدكتورة نبراس المعمولة رئيس منتدى الإعلاميات العراقيات وست خلود الشبمري خلي نشوف المناشدة اللي وصلتنا هي مناشدة إنسانية من رئيس فريق مختص بالأطفال المصابين بالسرطان السيدة دعاء العلي وتستنجد أيضا بالرئاسات الثلاث وبالميسورين حول طفلين يحتاجون إلى عملية زرع نخاع خارج البلد وأن حياتهم في خطر إذا لم يتم الإسراع إلى نجدتهم لأن حالتهم كلش طبعا تعبان الأطفال هما أسماؤهم حسين أمير وحسن أشرف وهم في حالا في مستشفى الطفل للإسكان بالمنصور طابق الثاني دورنا أيضا يعني نضم صوت للمناشدة لأنها بالفعل تتعلق بأطفال يعني من عراقيين ونتمنى أيضا الرئاسات الثلاثة يكونون ويانا خلي نشوف الهدف شباب الهدف إذا عرفت رجل فأنت أيضا عرفت شخص مهما يكون مميز أما إذا عرفت امرأة فأنت تكون قد تعرفت على أمة بأكملها أجمل وإزرع هندسة في العالم أن تبني جسرا في الأمل على نهر من الياس في أمل الله ترجمة نانسي قنقر